شهد حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى يوم أمس الاحتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذلك بعد صلاة العصر بجامع قصر الاسخير العامر وحضر الاحتفال بمعية جلالته أصحاب السمو والأنجال الكرام وأصحاب السمو والمعالي كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وأصحاب السعادة الوزراء ومعالي رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعدد من كبار المسؤولين وعدد من أصحاب الفضيلة علماء الدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيد الأولياء وخيرة الأصفياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أصحابه السادة النجباء الأصفياء الأتقياء الذين رفعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى عنان السماء وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره برحمتك يا أرحم الراحمين سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظكم الله ورعاكم الحضور الكريم تتواصل هذه الدروس المباركة واللقاءات الإيمانية التي أمر بها سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يحدون فيها تطلُّب الأجور التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ودرسنا اليوم في بيان مظهر من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا تبارك وتعالى مُخبِرًا عن رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين ويُخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه قائلًا إنما بُعِثتُ رحمةً مُسدى وإن من أوضح مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالعالمين دعوتهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي كلمة السعادة والنجاح لا إله إلا الله هي كلمة الفلاح والنجاح لا إله إلا الله كلمةٌ عالية المنازل كثيرة الفضائل هي حق الله على العبيد قال تعالى فَاعْلَمْ أنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ أي لا معبود بحقٍ إلا الله الدعوة إلى التوحيد هي دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ لذا إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يدرك أهمية التوحيد الذي أرسل ربنا تبارك وتعالى به الرسل وأنزل به الكتب وأنزل من أجله الكتب وهو أن الغاية من أجلها التي خلق الله الخلق هي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والإعراض عما سواه قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونُ ثم إن التوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليها قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهذا الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال كل مولود يولد على الفطرة يضاف إلى ذلك أن الغاية في الدعوة إلى التوحيد أن الله سبحانه وتعالى أنزل جميع كتبه من أجل أن يوحد سبحانه وتعالى ولا يُشرك في عبادته شيء قال تعالى أَلِفْ لَامْ رَا كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثمَّ فُصِّلَتْ مِلَّدٌ حَكِيمٌ خَبِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ بل إن تحقيق التوحيد سببٌ رئيس في حصول الأمن الأمن التام في الدنيا والآخرة قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإذا حصل الأمن وشاع الأمان كثُرَت الخيرات وتنزَّلَت البركات يقول ربي سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذَّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ختاما فإن التوحيد شرطٌ في قبول العمل قال تعالى قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ولا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا يقول حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليومٍ لا ريب فيه نادى مُنادٍ من كان أشرك في عملٍ عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك سيدي حضرة صاحب الجلالة حضورنا الكريم تعزيزاً لما تقدم من بيان أهمية التوحيد وهو الإقرار لله سبحانه وتعالى باستحقاق العبادة له وحده لا شريك له ونفي الشرك عنه نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهداً كبيراً في حماية جناب التوحيد فحذر أمته تحذيراً شديداً من الشرك ومن كل ما يوصل إلى الشرك من وسائلٍ وأسبابٍ قوليةٍ أو فعلية صدق الله ربنا تبارك وتعالى وهو يقول قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم نسأل المولى تبارك وتعالى أن يُحيينا على الإسلام والسنة وأن يعصمنا من البدعة والفتنة وأن يجمعنا جميعاً ووالدين برسولنا ونبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأزواجه وذريَّته وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم وفَّق لي أمرنا لما تحبُّه وترضاه اللهم وفَّق لي أمرنا لما تحبُّه وترضاه اللهم احفَظه وإخوانه وأنجاله وأهل بيته اللهم وفَّقه ووليَّ عهده الأمين وانصُر بهما دينك وكتابك وسنَّة نبيِّك صلى الله عليه وسلم اللهم احفَظ بلدنا مملكة البحرين واجعله آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم وكل إخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان وخُصَّ منهم إخواننا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة اللهم كلهم مؤيدًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا اللهم داوي جراحهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم وتقبَّل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا ولوالدين ولوالد والدين واجمعنا بهم في أعلى جنان الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وعبر الحضور عن أطيب تمنياتهم إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة بذكر المولد النبوي الشريف داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالته بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد وعلى بلادنا الغالية وأشعبها الوفي بالخير والرخاء والازدهار وقد بدلهم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التمنيات بهذه الذكرى العطرة لميلاد النبي الأكرم وهي فرصة عظيمة تجدد صلتنا وارتباطنا وعلاقتنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبسيرته العطرة المباركة وأكد جلالته أن القيمة الإسلامية الرفيعة تتجلى بحلول هذه المناسبة المباركة حيث يستذكر المسلمون سير النبوية العطرة التي يقتدون بتعاليمها السمحة في سائر أحوالهم وتعاملاتهم ويرسخون من خلالها قيم الإخاء والتعايش والسلام مع الجميع حيث أرست سيرته صلى الله عليه وسلم دعائم بناء الإنسان وشهدت حضارة العرب والمسلمين أعلى درجات التقدم بفضل اعتزاز أبنائها بدين الإسلام وتمسكهم بكساب الله تعالى وسنة رسوله الكريم كما أكد جلالته رعاه الله على نهج المملكة ورسالتها السامية في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الدين الإسلامي القائمة على التسامح والمحبة والسلام والعيش المشترك واحترام الآخر وتعزز الأخوة الإنسانية سائلنا المولى العلي القدير أن يحفظ وطننا الغالي العزيز وشعب البحرين الكريم وسائر بلاد المسلمين وأن يعيد علينا هذه المناسبات الكريمة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمني والخير والبركات وأن يعمل السلام والوئام والاستقرار ربوع العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صاحبة السمو الملكي الأمير السبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف مصلى النساء في جامع قصر الصخير وقد حضر الاحتفال بمعية سموها عدد من عضوات المجلس الأعلى للمرأة والمدعوات ورفعت صاحبة السمو حفظها الله إلى حضرة صاحب الجلال الملك المعظم رعاه الله أطيب التمنيات بهذه المناسبة الكريمة مع الدعاء للمولى عز وجل أن يعيدها على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى المملكة وشعبها العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات ترجمة نانسي قنقر